اشتركوا في القناة وحضرموت الوادي ومركزه مدينة سيئون وفيه مطار سيئون تنقسم الخارطة العسكرية الى منطقتين المنطقة العسكرية الاولى ومقرها مدينة سيئون وتكمن اهميتها في انها على حدود السعودية وبها منفذ الوديعة البري اما المنطقة الثانية ويقع مقرها بالمكلة فنطاق مساحتها مدرية الساحل وهضبة حضرموت اضافة الى محافظتي المهر وسقطرة وبها ثلاثة موانئ هي المكلة والشحر ومناء الضبط النفطي بدأ النشاط الاماراتي في المحافظة عقب اشهر من سيطرة مسلح القاعدة على المكلة ومدرية ساحل حضرموت في الثاني من نيسان ابريل عام 2015 حيث انهارت كل الالوية العسكرية باستثناء مدرية الوادي التي ظلت تحت سيطرة قوات المنطقة العسكرية الاولى تزامن ذلك مع عاصفة الحزم وانشاء الامارات معسكرة تجنيد في حضرموت الوادي واختارت لذلك منطقة الخالدية بمدرية رماس صحراوية والقيعان بمدرية ثمود الصحراوية هناك بدأت في تكوين ما بات يعرف بقوات النخبة الحضرمية ويقدر عددها بنحو اربعة الاف لكن هناك قوات اخرى تعددها خمسة عشر الفا تخضع للوصاية الاماراتية وتقوم بحراسة الشركات النفطية ليصبح الاجمالي نحو عشرين الفا تخضع قوات النخبة الحضرمية لادارة ضباط اماراتيين وتصرف رواتبها من سلطات ابو ظبي بنحو ثلاثة الاف درهم شهرية للضباط والفي درهم اماراتي للجنود اشرفت الامارات على معسكرات قوات النخبة الحضرمية ومن ابرزها مطار الريان وهو المعسكر الرئيسي في المكلة ووفق تقارير تخفي فيه الامارات معتقاليها وترفض فتحه رغم مطالباته